لكن النهار ده طبعا بيظهر انه فيه البعض فيه بعض الناس كده بيزعل من فوز الاهلي او حالة الاستقرار الحالية في النادي الاهلي فتلاقي من مبرح ايه بقى اشعات كتيرة جدا اسلوب الاخبار الكاذبة اللي بيطلع بيها البعض وبيحاول يحارب بيها الفريق ويرددها ده عارفين ومن اول يوم لنا هنا من ست شهور بنقول انه ده عمره ما هيأثر بالنسبة لنا يعني بنقول مش هيأثر في الاهلي ولا عمره اصلا أثر في الاهلي وقديكم شفتوا كم مرة النهاردة بتحاولوا تعملوا الفتنة دي وتثيروها بطولوا اخبار ملهاش اي لازمة ملهاش اي علاقة بالواقع الحقيقة غير بس ان هي يعني بتحاول تنفذ ما عرفش بقى اجندة معينة نقول مخطط عايز تدرب استقرار الاهلي ليه الاهلي كيان كبير وعظيم وصرح صعب جدا جدا انه يتأثر بمثل هذه الاشعات المغردة النهاردة يمكن تابعنا على مدار اليوم اخبار مغلوطة كتير جدا عن الاهلي وعن اللعيبة وعن مسماني واصل مسماني هيمشي اصل مسماني هيقعد اصلا اجاييه فاكرين اجاييه كان الكلام عنه الفترة اللي فاتت لعب التسعين دي دقيقة ولعب بالمراس 15 دقيقة قبليها النهاردة مين يمشي ومين يعود دي بس ده اللي ربنا بيقدركم عليه علشان تهزوا استقرار النادي الاهلي ولكن ده ما حدثش ولن يحدث والحقيقة انه برضو يعني النهاردة ده شغل ناس كتير قوي برضو مش عارفة ليه ومفيش اي نوع من انواع حتى الاحترافية في كتابة مثل هذه الاخبار الكاذبة يعني انت النهاردة حتى تفكر انك تكتب خبر كاذب من النوع ده اللي بيقول اي كلام حاول ان انت يعني تكتبه باحترافية انا حتى يمكن قلت الكلام ده قبل كده انا حتى تكتبه باحترافية